مرأة عطية دعب النادي الاهلي كان له تصريحات مهمة بعد مباراة التراجي وقال ظهرنا بشكل جيد بسبب مساعدة زملية وتنفيذ التعليمات وداخل النادي الاهلي لا يوجد لاعب أساسي ولاعب احتياطي ويجب أنه حارب في كل مباراة للحفاظ أو حارب في كل مباراة للحفاظ على مركزي وقال أنه ما فيش لاعب يتسبب في فوز الفريق بمفرده أو يتسبب في خسارة الفريق بمفرده وقال كلنا على قلب رجل واحد وهدفنا كان الحفاظ على نتيجة مباراة الزهاب وقال ده مش فريق التراجي اللي احنا نعرفه هم أقوى وأفضل من كده بكتير لكن احنا بنحضر قبل أي مباراة بأسبوع ونحترم أي خصم وده شيء مهم وربنا بيكافئنا في الملعب وقال سنرى من سيسعد للمباراة النهائية وجاهزين لأي منافس لنحصل على البطولة إن شاء الله مرأة عطية واحد من أهم 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 الصفقات اللي اتعملت في الدور المصري من 15 سنة واحد من أهم مش لازم يكون الأهم بس علالة واحد من الأهم صفقة ذهبية للنادي الأهلي صفقة بفلوس كتير قوي وبصراحة اللي زي مرأة عطية ده اللي بيدفع فيه فلوس يعني أنت نتيجة تدفع فلوس وتدفع عشرة وعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين واربعين مليون جنيه تدفع في لعيبة بكوالة مرأة عطية مش أي لعيبه خلاص مش أخد بيالك لو تلاحظ بالمناسبة يعني المرأة عطية قبل الأهلي رغم أنه كان بيقدم مستوى جيد جداً مع الاتحاد بس بينكو سين كده مش لعيب سوشيال ميديا مش اللعيب السوشيال ميديا أو الإعلام أو الجماهير طلقوا السماء على الفاضي مش لعيب ترئيسة ولا كبري ولا جل حلو لأ لعيب كورة لعيب كورة بس ببساطة عشان هو لعيب كورة الناس في الأهلي شافوه قالوا أنه هو لعيب كويس وهيبقى مفيد فجي النادي الأهلي وأصبح بعد كده يعني النجم شباك نجم شباك كبير كمان مش أي نجم يعني يا بخت الأهلي المرأة عطية بصراحة وبالتأكيد يا بخت المرأة عطية بالأهلي